من الملفات المحرجة في تاريخ حركة نهضة هي أحدث بيب السويقة هذه كل مرة يخرج قيدي في حركة نهضة ويدلي بتصريحات جديدة اليوم قيدي جديد في حركة نهضة أو قيدي سابق واخرج من حركة نهضة فجر عديد المعطيات الأخرى التي تمثل إحراج لحركة نهضة التي تنفي مسؤوليتها عن أحدث بيب السويقة نحكيه على عبد الحميد جلاسي القيدي سابق في حركة نهضة اللي قال اليوم في تصريح لجريدة الصباح نعم نتحمل المسئولية السياسية والأخلاقية في حدثة بيبسويقة ونعتذر للتونسين وأحدث بيبسويقة أو عملية بيبسويقة صارت أحدثة في فيفري 1991 تورطت فيها مجموعة من الشباب المنتمي لحركة النهضة ومازال هذا الموضوع يثير الكثير من الجدل خاصة بعد تصريحات مثيرة كشفها أحد منفذي العملية كريم عبد السلام في شهادة تاريخية كتبها بنفسه ونشرت قبل أشهر قليلة في العدد 16 من المفكرة القانونية ومؤخرا في حوار مطول أدلبي لإذاعة شمسة فيم ومؤسسة أعلامية أخرى اتهم فيها قيادة عليا من حركة النهضة بأنها كانت على علم بالعملية هذه الجديد في القضية نول قيادة سابق في حركة النهضة عبد الحميد جلسي أعلن على تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في أحداث بيبسويقة سنة 1991 وقال في برنامج على قناة التاسعة أتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لما حدث خلال تلك العملية وأعتذر للتونسيين على ذلك وكان عبد السلام اللي هو يعد أحد عناصر التنظيم السري أنا ذيك اللي اخترقت حزب التجمع المنحل في بداية التسعينات قد اعترف في شهادته بممارسته للعنف في عملية بيبسويقة واعتذر عنه وكشف تبني النهضة للعنف واعتباره من أدوات التغيير السياسي وأنها أعدت عناصرها وشحنتهم لارتكاب العنف لكن شهدت عبد السلام قوبلت بإنكار تيم من قبل حركة النهضة اللي ما زالت تتبنى رؤية خاصة في تفسيرها لعملية بيبسويقة منذ صفة 2011 بعد عودة معظم قياديها المنفيين في الخارج إلى تونس وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي كلهم يعتبروا أن حركة النهضة تعرضت للقمع والملاحقات الأمنية والقضائية والتلفيق القضايا عن أحداث عنف وبالتالي تنكر مسؤوليتها المباشرة عن جل الأحداث اللي صارت في الثمانينات والتسعينات ومن بينها أحداث بيبسويقة ومحاولة الانقلاب في 8 نوفمبر 1987 الغنوشي علق على تصريحات عبد السلام وقال هذه محاولة بيئسة ويئسة لتحويل حركة سياسية منذ 1981 81 هي الحزب الأكبر في البلاد سواء في المعارضة وإلا في الحكم إلى حالة وقضية أمنية وربطها بالإرهاب للتذكير برر الغنوشي في أول لقاء بعد عوتو من المنفى في لندن عام 2011 برر أحداث بيبسويقة بأنها كانت أخطاء فردية لبعض شباب الحركة اللي كانوا يعانيوا القمع في ظل غييب قيادات النهضة سواء بالنفي أو بالسجن نفس السيق برر القيادة سابق في الحركة حمادي جبيلينهار 7 فيفري 2011 في ندوة صحفية وقت لكان هو أمين عام حركة النهضة برر أحداث العنف اللي تورد فيها شباب من حركة النهضة من بينها مال فرق وقال تلك الحادثة تعد من أخطائنا يحكي على حركة النهضة التي جاءت في إطار أخطاء فردية في إطار رد فعل منظوري النهضة على الكبت وعلى إرهاب الدولة حسب تعبير حمادي جبيلي وتعتبر شهد تجلاسي واعتذاره لتوينسا عن عملية بيب السويقة مهما كان الأسباب هي صدرت على قياد سابق بيرز يعتبر من الأعمدة المؤسسة لحركة النهضة وهذه شهدة من جأنها إحراج حركة النهضة وقيادتها الحالية اللي مازالوا ينكروا مسؤوليتهم السياسية والأخلاقية على هذه الحادثة ويرمي وتهم الناس اللي شابه بينتمي للحركة وحده وحده خطت وعمل هذه الكل شنو ورايكم في الموضوع؟ ما تنسي واشتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوصي لكم الفيديو القادم